معاهدة أوشي لوزان في الثامن عشر من إكتوبر 1912 حدد مصيرنا. لقد باعنا المستعمر التركي للفاشية الإيطالية في صورة طرد استعماري. حاول المستعمر التركي المساومة على كرامتنا وحريتنا مقابل أربعمائة ألفاً دولار سنوياً، لصالحهم يتم دفعها من خلال استعبادنا المستمر إلى جانب التنازلات الاقتصادية والسياسية مع أوروبا. كان المستعمر التركي ثابتاً وعازماً على الاستمرار في نهب أردنى بعد احتلالها لمدة 361 عاماً، وعلى الرغم من أنهم في طريقهم خارجها وتسليمها إلى المحتل الآخر، فقد عقدوا العزم على مواصلة وجودهم إلى جانب المحتل الاستعماري الجديد.